اهلا بكم على قناتنا ابتكارات ميرا اللي اول مرة بيشاهد قناتنا وعجبته يلا اشتراك وفعلوا الجرس واختاروا اول اختيار اللي هو الكل عشان تصلكوا كل فيديوهات واشعارات قناتي هنعمل النهاردة ديكور حلوة قوي قوي من ازازة الكولور دي دي اللي هي مش الازازة اللي هي الكيلو العادية لا دي الاكبر شوية اللي هي لحوالي كيلو ونص تشد عنها شوية انا بقطع كده الجزء اللي فوق وخدت الجزء اللي تحت طبعا اللي احنا شايفينه قدامنا المنظم الصغير ده اللي كنت عاملاه قبله من اتنين جيركل كل واحد كان حوالي اتنين ونص لتلاتة اللي هو اللتر هتلاقوا ان شاء الله على قناتي وهحاولوا حطه لكم في الاسكريبشن بوكس المنظم ده انا قدي النص بتاع ازازة الكولور اللي احنا اسمناه من تحت مع بعض ودي حتة بلاستيك ممكن نستغن عنها بحتة كارتون انا عايزيها مفتوحة كده على فوق شوية يعني زي قصرية الزرع اللي هي ديقة من تحت وعلى اوسع شوية من فوق جدت القطر بتاعي وهبتدي اعمل على قد ما انا عايزة بالزبط زي ما احنا قلنا هتبقى ديقة من تحت وعلى اوسع من فوق فهاعمل حسابي في القص اعلم كده واقص اوكي وهبتدي بقى على حوافها زي ما احنا شفنا هلزقها بالشمع وممكن زي ما قلت هنعملها بالكرتون لو مش متوفر بلاستيك هنلزقها بالطريقة دي زي ما احنا شفنا الديكور ده هيعجبكو قوي وسهلة جدا جدا فوق ما تتخيلوا هنمسح كده الزيادة بتاعت الشمع بقدينا هنبتدي بقى نجيب ده حبل غسيل قطن متوفرة عند بتوع اللي بيبيعه الحبال اللي هي البلاستيك العادية بتاعت المانشر بتاعتها الغسيل وده حبل خيش او خيط خيش رفاية كل واحد يجيب السماكة اللي يلاقيها البقرة دي كانت ده حوالي سبع ونص هبتدي اعمل كده زي ما انتوا شايفين مع بعض وابتدي اول ما برمت من فوق ابتدي بقى انزل ابرم على الحبل نفسه مسافات تبقى ما بينهم يعني ما بين كل برمة وبرمة تبقى متساوية على قد ما تقدروا عشان تبقى بالشكل ده برمت ارجع تاني بقى عليها عشان عايزة اعمل زي اكسات على الحبل نفسه بالشكل ده وهكذا ابتدي بقى على الحبل اللي بعده بقى كده عملنا الجهتين وفي الاخر خالص نسبتها بحتة شمع صغير هبتدي بقى اجي على اطراف الحبل نفسه افككها كده بالشكل ده وهربطها اعملها عقدة عشان تبقى معينة بالشكل ده خيوت الخيش والخيش نفسه هتلاقوها عند بتوع اللي بيلفه الهدية او في الموسكي تحت والعتبة الحتة دي بيبقى فيها اسعار الحاجات دي رخيصة اوي متوفرة جت حتة خيش صغيرة نسلت من على حروفها وهبتدي اركبها كده على حرف علبة الكولور بتاعتي بالشكل ده نزبط بقى ايه لزق كويس اوي بتاع حتة الخيش بتاعتنا ندخلها الجوه ونلسقها كده بالشامع واي زيادة نقصها كده تبقى معانا تمام كبت حتة فل وايه حطتها كده جوه ماليت الجزء اللي هو الفارغ اللي جوه ده كله بالفل وجبت هنا صورة طبعتها برنامج اسمه بنتريست عليه صور كتير قوي طبعت الصورة دي بحوالي اتنين جنيه ألوان قصيت كده جزء حسيته مناسب ماشي مع ألوان الخيش ويدور نيش مائي وقبلها صنفرت بصنفرة نعمة قوي الجزء اللي هلزق فيه وبرضو هغطي وشها بالورنيش المائي بتاع الحوائط هنيجي بقى هنا أنا كنت جايبة مجموعة الزرع دي برضو من العتبة المجموعة دي كلها كانت بعشرة جنيه جميلة قوي عجبتني ومش غالية خالص هبتدي أرشق كده فيها شوية زرع عشان أجمل شكلها مفيش أبسط من كده ديكور شكله شيك قوي قوي فوق ما تتخيلوا ويا سلام لو عاملين كذا مقاس حتى لو مختلفين مربع مدور كبير شوية وبرضو نعلقهم كده بالهوك ده الهوك ده مش شغالي خالص نعلقهم في أي حطة مطبخ عند شباك صالة يدي ديكور حلوة قوي وشيك ويملى المكان كده بهجة والزرع ده مش شغالي وإن شاء الله هعمل لكم زرع صناعي كتير قوي على قدينا البروزين الحلوين دول كنا عاملينهم مع بعض كمان بالورد بتاحهم هتلاقوهم على القناة بتاعتي إن شاء الله وحطوه لكم في الاسكريبشن بوكس وكمان أصريتين الزرع الصغيرين التركي الحلوين دول بالزرع بتاحهم كانوا من ورق الفابريانو يارب يكون الفيديو بتاع النهاردة عجبكم وما تنسونيش في اللايك والشير وشكرا ليكو جدا 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 كنتم مع ابتكرات ميرة واستنوني في فيديو جديد لقاعدة تدوير جديد وشغل هاندي ميد جديد واللي ما اشتركش يشترك وفعلوا الجرس ما تنسوش عشان في ناس كتير قوي 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 بتقول لي ما فيش إشعارات بتوصل لنا بتاعت الفيديوهات بتاعتك متشكرة لكو جدا جدا شكرا سلام ترجمة نانسي قنقر